تقتاد سيارات الاختطاف المختطفين مع سبي الأعين إلى الزوايا المظلمة وزنزين التعذيب التي يتم فيها سحق الاعتبار الآدمي لإنسانية الإنسان في نزعة أقل ما يمكن وصفها بالوحشية من قبل الذين فقدوا الحد الأدنى من الأسس الإنسانية لا يقتصر الاختطاف والتعذيب على قتل وقت الإنسان المختطف وقتل نفسيته وعواطفه واحتياجاته بل يشمل الأمر إلحاق الأذى بالجوهر الاعتباري وبالذات الذين اختطفتهم ميليشيا الانقلاب لأسباب لها علاقة بحق تكوين الرأي وحرية التعبير وجملة لا للانقلاب التي أصبحت التهمة الرئيسة للمختطفين قصص التعذيب الوحشي في سجون انقلاب صنعاء أشبه بمغسلة سوداء تفرز بين فترة وأخرى كميات هائلة من السموم التي تسمم المجال العام فيما يشبه تعميم البشاعة التي تبرز على هيئة قصص دامية يظهر فيه مختطف اللفظ أنفاسه على قارعة السجن والسجان رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة أطلقت نداء جريحا أكدت فيه أن اختطاف وتعذيب أبنائهم داخل سجون الحوثي أصاب العشرات منهم بالإضطرابات النفسية الشديدة وقد يصلوا بهم إلى حد الجنون وأشارت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية إلى تفاقم معاناة المختطفين داخل السجون وإصابتهم بأمراض جسدية ومنع دخول الطعام والدواء لهم وإهمال رعايتهم صحيا في إشارة لدخول المختطفين فصلا جديدا من فصول التعذيب الأكثر وحشية التقارير التي صدرت مؤخرا عن كيفية إدارة الحوثيين وقوات المخلوع لملف المختطفين كشفت عن كيفية تصنيفهم وتوزيعهم على السجون والمعتقلات الخاصة والسرية بحسب درجة خطورتهم عليهم وكيف تحول ملف المختطفين لسوق سوداء تحت لافتة الإفراج مقابل المال محافظة دمار هي الأخرى حولتها الميليشيا الحوثية إلى سجن كبير لمعارضيها أوضح عدد من المفرج عنهم عن وجود عشرات المختطفين في السجون أغلبهم ينتمون لمحافظة دمار ومحافظات أخرى ويتعرضون للتعذيب يوميا موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء ملف المختطفين في سجون الإنقلاب يغرد خارج السرب الإنسان لأسباب يفهمها الراسخون في المصالح الدولية التي تحدد طبيعة قضايا حقوق الإنسان التي تدخل ضمن اهتماماتها شكرا شكرا شكرا